اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن هارد فيلير او فشل القلب والحلقة بتاعت النهاردة خاصة للاطباء حديث التخرج واطباء الامتياز وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو طبعا كلنا عارفين ان القلب يعتبر المضخة اللي بتضخ الدم لجسمنا فمصطلح فشل القلب او هارد فيلير معناه ان القلب ده اصبح في مشكلة وغير قادر انه يضخ الدم لاجزاء الجسم بشكل كافي وده بيبقى يا اما حاجة من اتنين يا اما القلب نفسه في مشكلة يعني مثلا حصل ضعف في عضلة القلب عشان مثلا حصل جلطة في الشرايين بتاعة القلب او حصل مثلا ديليتت كارديو مايوباثي او حصل اي مشكلة في القلب فالقلب نفسه اصبح غير قادر على ضخ الدم وده اكتر نوع ويعتبر النوع الشائع ويعتبر هو ده موضوع حلقتنا النهارده لكن في نوع تاني بيبقى القلب جواه سليم لكن متطلبات الجسم هي اللي زادت من الدم يعني برغم ان القلب بيدخ الكمية المناسبة لكن احتياجات الجسم زادت جدا زي ما بيحصل في حالات السيفير انيميا مثلا بعد حالات الهايبرثيروديزم او نشاط الغدى الدرقية زي ما بيحصل احيانا مع الحمل زي ما بيحصل في حالات الليبرثيروديزم او تلايف الكبد وفشل وظائف الكبد وهكذا وغيرها من الحالات لو جينا نتكلم عن انواع هارت فيلير او انواع فشل القلب فهو ليه انواع كتيرة على حسب انت بتقسمه بناءا على ايه يعني انت لو بتحكم عليه بناءا على مدته من امتى والعيان عنده هارت فيلير فاحنا بنقسمه انه اكيوت هارت فيلير وكرونيك هارت فيلير اكيوت يعني مشكلة حديثة حصلت عيان كان كويس ومعندوش مشاكل يعني تقريبا وجات له جلطة في القلب خلت عضلة القلب جزء منها يموت فالقلب فشل في وظائفه انه يضخ الدم فيبقى العيان ده عنده اكيوت هارت فيلير الموضوع في خلال ساعات او ايام اما كورونيك هارت فيلير معناها مزمن عيان عنده ارتفاع ضغط الدم من سنوات فارتفاع ضغط الدم بيعمل مقاومة ضد القلب القلب يجي يضخ الدم يلاقي فيه مقاومة اصاده ومع الوقت عضلة القلب ممكن يحصل فيها اتساع او ديلاتيشن يحصل فيها هيبيرتروفي او تدخم ومع الوقت ومع الوقت تفقد وظيفتها ويحصل فشل القلب فده كورونيك هارت فيلير العيان عنده فشل في القلب منذ زمن بعيد اما الاكيوت معناه حاجة حديثة او ممكن نقسمه على حسب اي منطقة في القلب هي اللي اتأثرت يعني احنا عارفين ان القلب يعتبر جزئين جزء يمين وجزء شمال فلو الجزء الشمال هو اللي حصل فيه المشكلة بنقول عليه وده هو الغالب والشائع والناحية الشمال بنقسمها لنوعين اتنين يعني عضلة القلب نفسها ضعفت ومش قادرة تنقبض بشكل كويس عشان تضخ الدم وهو ده برضو النوع الشائع اللي غالبا انت هتشوفه ويعتبر موضوع حلقتنا النهاردة لكن الناحية الشمال ممكن يبقى فيه دياستوليك هارت فاليور يعني القلب يقدر ينقبض ويدخ الدم كويس لكن لما يجي يسترخي عشان يستقبل الدم فما بيسترخيش بشكل كفاية لان مثلا فيه هايبيرتروفي فيه مثلا ريستريكتف كارديوميوبتي فيه مشكلة بتمنع استرخاء البطين بشكل كويس عشان ياخد الدم اللي جاي فبالتالي كمية الدم اللي جاياله قليلة فمع ان القوة بتاعت الانقباض كويسة لكن مفيش دم كفاية عشان القلب ده يخرجه وده بنقول عليه هارت فاليور وذ بريزيرفت ايجيكشن فراكشن او بنقول عليه دياستوليك هارت فاليور وده مش كتير ويعني هنتكلم عنه كده بسرعة في نهاية الفيديو يبقى احنا كده قلنا النوع الاول اللي هو الليفت سايدة هارت فاليور بالنوعين بتوعه سيستوليك ودياستوليك النوع التاني اسمه رايت سايدة هارت فاليور او رايت فنتريكولر فاليور يعني ان ناحية اليمين من القلب فيها مشكلة فمش عارفة تضخ الدم الى الرؤتين محنا عارفين ان البوتين الايمن او الرايت فنتريكل بيدخ الدم للرؤتين فلما يبقى فيه فشل معظم اسبابه بتبقى جاية من الليفت سايدة اصل طبعا فيه اسباب تعمل رايت سايدة هارت فاليور بس لكن المعظم يعني بيبقى جاية من الشمال الشمال حصل فيه مشكلة فمش عارف يضخ الدم كويس فالدم يرجع للرقة يعمل مشاكل في الرقة والعين يكوح ويطلع بلغم والدم كمان يبقى فيه مقاومة للبطين الايمن البطين الايمن جاي يضخ الدم يلاقي الرقة كونجستد او محتقنة ومش عارف يضخ الدم فيها فيحصل بعد كده بالتدريج فشل للناحية اليمين يبقى right sided heart failure secondary to left sided heart failure ومع الوقت هنتكلم عن اسباب كل نوع المهم ان انت عرفت انواع heart failure العريضة الكبيرة يام acute او chronic heart failure فشل في وظائف القلب حاد او مزمن يام left sided heart failure او right sided heart failure والlift اللي هو ناحية الشمال بنقسمه لاتنين يام systolic يام diastolic heart failure وعرفنا اسميهم الجديدة او اسميهم العلمية heart failure with reduced ejection fraction ده اللي هو systolic او heart failure will preserved ejection fraction اللي هو diastolic يامة right sided heart failure لو جينا نعرف شدة heart failure استيجنج هو في انا مرحلة مش الانواع بقى لا احنا بنتكلم على staging هو في اي مرحلة ففيه طريقتين كبار اوي بنقسم بيهم شدة المرض طريقة اسمها نيها new york heart association مشهورة جدا اما يقول لك عيان heart failure يقول لك نيها great 2 مثلا او نيها great 3 او النوع التاني اللي هو a c c a h a اللي هو american heart association والamerican college of cardiology وده هنتكلم عنه بعد النيها نيها او new york heart association staging او التقسيمة ازاي بقى بنقول اول حاجة نيها class 1 يعني المرحلة الاولى ودي بنقول ان فيها no physical limitation of activity يعني العيان بيمارس حياته بشكل طبيعي العيان بيروح الشغل بتاعه وبيطلع السلم وبيعمل كل مجهوده المعتاد بشكل طبيعي فالعيان ده بنقول عليه نيها class 1 الدرجة التانية بنقول عليها نيها class 2 class 2 دي معناها mild limitation of physical activity يعني العيان نشاطه بدأ يقل بس بشكل بسيط العيان يقول لك انا كنت بطلع مثلا 3 دوار العيان عامل عشية فراخ مثلا فوق السطوع فكان بيطلع لها 3 دوار من غير ما يتعب من غير ما ينهج دلوقتي يقول لك انا بقيت اطلع دورين انهج عيان تاني الشغل بتاعه في مدرسة فكان المسافة بينه وبين المدرسة مثلا 2 كيلو فكان بيمشيهم فييجي يقول لك انا ابتديت بعد نص المسافة اتعب ده class 2 انه بدأ يحصل mild limitation للأكتيفتي اما class 3 فدي معناها market limitation of physical activity يعني العيان بدأ المكان بيروح المدرسة بتاعته 2 كيلو بقى بس يروح لحد الحمام يحصل له نهجان ويتعب مثلا بقى يمشي كم خطوة يتعب يطلع كم سلمة يتعب فاصبح يجي له نهجان ويتعب مع اي مجهود بسيط اما نيها class 4 اللي هي الدرجة الرابعة فدي معناها disney attrist يعني العيان وهو قاعد مش بيعمل اي مجهود اصلا بينهج يعني انت بتفحصه هو بينهج او لو مش بينهج اي حركة يعملها ينهج يعني مجرد انه يقوم من مكانه ينهج يمشي خطوة واحدة ينهج فدي نيها class 4 ويبقى دي التقسيمة الاولى لشدة heart failure نيجي بقى للتقسيمة التانية اللي هي ACC AHA grading او staging ودي برضو اربع درجات اول حاجة stage A اللي هي الدرجة الاولى ودلوقتي بقوا يسموها at risk for heart failure خلي بالك من الاسامة الجديدة اللي نزلت كان الاول بنقول عليها stage A وخلاص دلوقتي اسمها stage A او at risk ودي العيان فيها بيكون ما عندوش اي structural heart disease ولا معها symptoms تقول لي ان لا طب ما العيان ما عندوش اي مشكلة في القلب ولا في الاناتومي او التشريح بتاع القلب يعني ولا عندو اعراض اما اللي at risk بقى اقولك عشان مثلا عندو hyper tension العيان عندو ارتفاع في ضغط الدم مزمن العيان عندو hyper epidemia العيان عندو سكر فهو at risk وده اسمه stage A اما stage B وبقى اسمه حاليا pre heart failure في ال stage ده بيكون العيان عندو structural heart disease بالفعل عندو مشكلة في القلب في التشريح والتكوين بتاع القلب لكن no symptoms مفيش اعراض يعني مثلا عندو زي ما قلنا ارتخاء فيه صمام من الصمامات او ضيق فيه صمام او مشكلة في coronary arthritis او مشكلة عندو مثلا dilatation عندو مثلا lift ventricular hypertrophy بدرجة بسيطة او اي مشكلة ولكن بدون اي اعراض فالعيان ده بنقول عليه pre heart failure نيجي بقى stage C الدرجة التالتة اللي هي C واللي بنسميها دلوقتي ايه symptomatic heart failure العيان بقى عندو structural heart disease مع symptoms مع اعراض عندو مشكلة في القلب اي حاجة من اللي احنا قلناه والعيان بقى بينهج عندو قلم في الصدر وهكذا زي الاعراض اللي هنقولها بعد شوية اما stage D ودي المرحلة الاخيرة اللي هي الرابعة وبنقول عليها advanced heart failure يعني عيان عندو اعراض وبالعكس بقى مشاكله كبيرة وبيتحجز كل شوية في المستشفى وبيحتاج مثلا نركب له base maker وبنحتاج مثلا نركب له ICD بيحتاج جراحة يعني موضوع شديد بقى بيحتاج تدخلات اخرى فده بنقول عليه stage D او advanced heart failure يبقى كده اتكلمنا عن انواع القلب واتكلمنا عن تقسيم شدة المرض بالطرق بتاعته اللي هي niha ACCHA كلنا عارفين ان لو شخص طبيعي بدأ يجري يعمل مجهود ضربات قلبه بتزيد طيب هي ليه ضربات قلبه بتزيد عشان عضلات هذا الشخص محتاجة دم زيادة لانه بدأ يجري فالقلب بيحاول يعمل compensation او adaptation يحاول يعوض ويد كمية زيادة من الدم فضربات القلب تزيد كذلك في heart failure لما يحصل مشكلة في القلب بيحصل شوية adaptation mechanisms يحصل شوية تغييرات في القلب عشان يحاول يعوض النقص ده في البداية التغييرات دي ممكن تساعد قليلا في البداية بتساعد شوية لكن طالما المشكلة الاساسية لسه موجودة التغييرات دي بتستمر وتستمر وفي النهاية تبقى هي ضارة للقلب هاديك مثال العيان لو بيعمل مجهود فضربات قلبه 120 مثلا فدي هتبقى مفيدة للشخص الطبيعي طيب ضربات القلب لو زادت بقت 140 150 160 200 لا مش هتفيد العيان بعد كده ده هتضره لان القلب اللي بينبض 200 مرة في الدقيقة مش هيبقى عنده وقت كافي يسحب الدم ده هو كل ما يجي يسحب يومبو التاني فهيحصل فشل اكتر واكتر في وظائف القلب كمان سرعة ضربات القلب الزيادة دي ممكن تعمل القلب يتوقف وممكن يحصل اي نوع من الاريزميا او الرفرفة في القلب ففي شوية adaptation او compensation mechanisms هنقولهم بسرعة كده يعني من باب العلم بالشيء اولا بيحصل حاجة اسمها alteration of myocyte re-generation death ويحصل remodeling لل left ventricle لل myocytes للخلايا طاعة عضلة القلب يحصل فيها تدخم ويحصل hypertrophy ويحصل dilatation remodeling ده يعني تغيير في نوعية الخلايا فالعضلة ممكن تكبر اي نعم لكن وظيفيا مش بتقوم بدورها بشكل كويس لان الخلايا مختلفة ووظيفتها مختلفة وبالتالي التدخم ده مع الوقت لا يفيد بشيء كمان مثلا sympathetic activity بتزيد الجهاز العصب السمبثاوي بيزيد فطبعا يخلي سرعة ضربات القلب زي ما قلنا heart rate يزيد contractility تزيد vasoconstriction يزيد عشان يوصل الدم للvital organs كمان ممكن renin angiotensine aldosterone system يحصل له activation النظام برضو داخل جسمنا renin angiotensine aldosterone system ده بيعمل salt and water retention يخلي الجسم يعب مية هو بيحاول يساعد لكن للأسف الموضوع بيزيد او بيسوق اكتر وكمان بيعمل peripheral vasoconstriction زي ما قلنا وكمان بيزود remodeling بتاع cardiac muscle وده برضو الحاجات دي كلها مش بتفيد اذا المشكلة ما تحلتش بل بالعكس بتزود heart failure ازاي تشخص حالة heart failure هتشخصه ازاي في طريقة كده اسمها framingham criteria او طريقة للتشخيص framingham فيها major criteria minor criteria يعني اعراض او علامات كبرى وعلامات صغرى وبنشخص heart failure لو لقينا اتنين من major criteria العلامات الكبرى او واحدة من العلامات الكبرى ومعاها اتنين من العلامات الصغرى ايه هي major criteria او العلامات الكبرى هي ايه اول واحدة هي orthوبنية او orthوبنية طبعا كلنا عارفانها العيان ما يعرفش ينام flat ينام على ظهره نفسه يتكرش ونفسه يضيق ويقوم يقعد بسرعة ولما يقعد بسرعة نفسه يهدى ويبقى كويس باركسيزمال نكترنال ديزنيا دي معناها ان العيان بينام وبعد ما بينام بحوالي ساعة ونص او ساعتين بيصحى مخنوق ومش عارف يتنفس ومش عارف ياخد نفسه وممكن يكح وبيقوم يقعد ويفتح الشباك ويستمر الوضع المدة خمستاشر لتلاتين دقيقة لحد ما يتحسم وفي بعض الاحيان يبقى فيه ويزين صوت التصفير بتاع الحساسية واحيانا نتلغبط كده ونقول هو العيان عنده ازمة ولا عنده باركسيزمال نكترنال ديزنيا لكن طبعا باقي العلامات بتثبت لك كل حاجة النقطة التانية في الميشورد كريتيريا هي نيك فين ديستانشن لما تخلي العيان في زاوية 45 تلاقي النيك فين كونجستد النقطة التالتة لو سمعت بالموناري ريلز جيت تسمع الرقة بتاعت المريض لقيتها زي الجوزة زي الشيشة بتكركر كده بالموناري ريلز النقطة الرابعة لو العيان جالك المستشفى في اكيوت بالموناري اديمة والاعراض بتاعتها هنقولها بعد شوية ودي حالة خطر جدا طبعا ميديكال اميرجنسي هتكلم عنها بعد شوية النقطة الخامسة لو فيه هبات وجاجولر ريفلاكس ده يعتبر تست المريض لما بتضغط على الكبد بتاعه تلاقي النيج فينز اصبحت مع الضغطة بتاعت ايدك فدي لو موجودة تبقى من ضمن الميجور كريتيريا النقطة السادسة لو لقيت العيان مثلا عامل اكس ري ولقيت فيها كارديوميجالي عامل اشعة ولقيت فيها تضخم في القلب النقطة السابعة لو سمعت على العيان اس سري جالوب تقول لي وانا هاعرف ازاي اقول لك اسمع معايا ده دقات القلب الطبيعية ودي بقى لما يكون معاها السستري تمام كده واضحة النقطة التامنة من الميجور كريتيريا هي يعني لو العيان جالك وانت شكيت انه عنده هارد فيلير وابتدت تديله العلاج فالعلاج من ضمنه مضررات البول والاس والاردس وهكذا فالعيان وزنه نزل اربعة ونص كيلو جرام في خمس ايام فده معناها ان دي من ضمن الميجور كريتيريا طب ايه هي بقى الماينور كريتيريا او العلامات الصغرى هقولك عليهم بس خلي بالك بشرط ان ما يكونش فيه سبب تاني واضح هو اللي عاملهم زي مثلا نوكتيرنا الكاف العيان بيجي بالليل يكح زي مثلا ديزنيا ان اورديناري اجزيرشن العيان بيتعب مع المجهود العادي بتاعه بدأ يتعب وينهج بيلاترال انكل اديمة او لوار لنبي اديمة العيان رجلي بتورم هباتو ميجالي العيان عنده تضخم في الكبد بالسنار مثلا عملت له اشاعة تلفزيونية وليت الكبد متضخم من ضمن العلامات الصغرى العيان لقيت عنده بلورال افيوجن او ارتشاح رئوي برضو عملت اكس ري ولا حاجة ولقيتها فيه النقطة السادسة لو كان الهارد ريت او معدل ضربات القلب بتاع المريض ده اكتر من 120 ضربة في الدقيقة فدول اسمهم ماينور كرايتيريا يبقى لما تيجي تشخص العيان لو لقيت اتنين ميجور كرايتيريا اتنين خلاص العيان تشخص هارد فاليا لو لقيت واحدة ميجور واتنين ماينور يبقى اتشخص هارد فاليا والطريقة دي مفيدة جدا وجميلة لكنها مفيدة اكتر في اسبات الهارد فاليا لكن لو مقدرتش تعملها مش معنى كده ان المريض ما عندوش يعني هي كويسة جدا في الاسبات لكن لا تنفي كل حالات الهارد فاليا يعني ممكن عيان تلاقيه مش مقابل المواصفات دي وفي نفس الوقت عنده هارد فاليا ايه هي اسباب الهارد فاليا هنتكلم الاول على سيستوليك هارد فاليا وانت شاطر بقى سيستوليك دي يعني ايه يعني هارد فاليا ويذ ريديوست ايجيكشن فراكشن اللي هو احد انواع لفت سايدة هارد فاليا وده الاشهر وده اللي احنا هنتكلم عنه وهو موضوع الحلقة اصلا واللي غالبا انت هتقابله يعني ايه اسبابه يا اما العيان عنده يعني عنده في الشرايين مثلا اللي هي اللي هي بتغزي القلب او عنده اي مشكلة فيهم حصل اما اي او جلطة فيهم او حصل اي مشكلة تانية فيهم عيان عنده ممكن يكون احد الاسباب ارتفاع ضغط الدم عنده سكر عيان عنده عنده مشاكل في الصمامات يعني عنده اما ديء في الصمامات شديد او عنده ارتخاء وارتجاع في الصمامات بتاعت القلب بعض الانفلاميشنز او الانفكشنز العدوى ممكن تعمل كده واحد عنده مايو كاردايتس التهاب في عضلة القلب وممكن يعمل كده في حاجة اسمها بري بارتم كاردو مايوباتي اللي بتيجي احيانا للستات في مرحلة الحمل والولادة وغالبا مش عارفين السبب قوي لكن بيحصل فيها كاردو مايوباتي والمريضة ممكن تدخل في هارد فلير بعض الامراض اللي هي اللي العيان بيتولد بيها عيوب خلقية زي وزي ممكن يبقى معاهم هارد فلير بعض الادوية ممكن تكون سبب في حدوث زي الكوكين زي الالكوحول كحليات والكوكين وزي الدكسوروبسين وغيرها وفيه اسباب رير شوية زي الاندوكرين ابنرماليتز وزي الريوماتولوجيك ديزيزز تكون سبب الهارد فلير وزي نيورو ماسكولر كونديشنز برضو بعض الامراض العصبية ممكن تعمل كده وفي حاجة اسمها اديوباتيك كاردو مايوباتي اديوباتيك يعني مش عارفين له سبب مش واضح السبب بتاعه فهي دي اشهر الاسباب اللي بتعمل سيستوليك هارت فلير اما الدياستوليك هارت فلير اللي هو هارت فلير ويد بريزيرفد ايجيكشن فراكشن اللي هو احد انواع الليفت سايد هارت فلير فاسبابه برضو ممكن الضغط ممكن السكر ممكن كورونري ارتي ديزيز برضو وممكن برضو السمامات ومشاكل السمامات لكن ممكن بقى كمان هايبيرتروفيك كاردو مايوباتي ده نوع من تضخم عضلة القلب اللي بيجي غالبا في صغار السن شوية زي بعض لعيبة كرة القدم اللي حصل لهم سادن ديز في الملاعب كان عندهم هايبيرتروفيك كاردو مايوباتي او ريستريكتف كاردو مايوباتي واللي ممكن يحصل في حالات زي الاميلو دوزيز مثلا او الساركويدوزيز وفيه كمان كوريستريكتف بريكاردايتس واللي ممكن يحصل مع التي بي مثلا او بوست فيرل او بوست سيرجري وغيرها فدي اشهر اسباب واللي اتنين زي ما قلنا دول انواع طب الريت سايد هارت فيلير ايه اسبابه الناحية اليمنى من القلب ايه اللي يخليها تفشل في وظيفتها اللي يخليها تفشل هو فشل الناحية اليسرى زي ما قلنا معظم الاسباب هي ولما بيبقى وعمل او ترتب عليه ساعات بنقول عليه يعني اللي اتنين حصل فيهم فشل كمان الكورونري أرتري ديزيز مشاكل الشرايين اللي هي الكورونريز كمان لو العيان عنده بلموناري هايبرتينشن عنده مشاكل في الرئة بقى نفسها وهي السبب بلموناري هايبرتينشن او بلموناري valve stenosis الصمام اللي هو البلموناري valve فيه stenosis شديد فالنحية اليمين مش قادرة تضخ الدم في مواجهة هذا الضيق وبالتالي تفشل بعد كده لما الوقت يطول او عيان جاله بلموناري امبوليزم او انصمام رئوي او جلطات يعني في الشرايين الرئوي او في الرئة تكون هي السبب في الright sided heart failure او chronic pulmonary disease عيان عنده مشكلة مزمنة في الرئة وفي شرايين الرئة فيحصل بالتالي right sided heart failure يبقى معظم اسباب right sided heart failure هي left sided heart failure او مشاكل الرئة نفسها بقى لان ايه اللي هيخلي الريد يفشل ان الرئة عاملة مقاومة وصادم طب نرجع نقول ايه هي اسباب acute heart failure يعني ايه هي الاسباب اللي تعمل فشل في القلب بس حاد العيان ماشي كويس ويجي لك يوم يومين العيان دخل في هارت فالير ممكن طبعا يكون يعني الصمام حصل فيه مشكلة بشكل مفاجئ زي ما بيحصل مثلا في الانفكتوف اندوكورديتس مثلا يعني عيان تاني جاله اما اي جلطة في شرايين القلب وبالتالي عضلة القلب جزء كبير منها مات فالقلب فشل في الوظائف تحته على طول عيان جاله اريزميا يعني عيان كماشي ساينس كماشي كويس حصل له مثلا اي اف او حصل له في تاك فممكن الاريزميا دي تعمله اكيوت هارت فالير بعض الادوية زي الكوكايين ممكن تعمل اكيوت هارت فالير كمان سيبسيس العيان لو دخل في صدمة تسممية عنده انفكشن والحالة بتاعته باد ودخل في سيبسيس ممكن ده يكون السبب في الهارت فالير كمان البراجنانسي ممكن تكون احد الاسباب كمان اياتروجينيك اياتروجينيك يعني بسبب احنا اطباء عيان مثلا داخل يعمل عملية وخرج فاحنا بعد العملية عمالين نديله فلايوتز بكمية كبيرة احنا اللي عبناه فلايوتز فدخل في فلايوت افرلوت وحصل هارت فالير بسبب الفلايوتز الكتير جدا زيادة عن اللازم ايه هي اعراض الهارت فالير او السيمتمز العيان اللي عنده هارت فالير هيشتقي من ايه طبعا بقى سهلة اول حاجة عيان بيجي يمشي او يعمل مجهود ينهج وزي ما قلنا مع شدة المرض الموضوع يتطور شوية بشوية اكتر واكتر في الحالات الشديدة ممكن العيان يبقى معها ديزنيا اترست وهو قاعد في امان الله كده بينهج طبعا الاعراض اللي انا هقولها مش كلها لازم تبقى في نفس العيان ممكن بعضها ممكن العيان يجيولو ارثوبنيا زي ما قلنا ما يعرفش ينام فلات على ظهره وفي الاول يقولك انا كنت بنام على مخدة واحدة بعد كده بقيت انام على مخدتين عشان لو نمت على مخدة واحدة بنهج بعد كده ثلاث مخدات بعد كده الموضوع لو زاد اكتر واكتر ممكن يقولك انا بنام وانا قاعد ما يعرفش ينام ابدا على ظهره باركسيزما اللي اتكلمنا عنها العيان بعد ما ينام يصحب بعد ساعتين يكحه ونفسه متضايق ويقعد ويستمر نص ساعة لحد ما يتحسن بعض المرضى يبقى معهم شستبين او بريشر يبقى عنده يقولك عندي قلم او وجع او حاجة طبقة على صدري بعض المرضى يبقى معهم بالبتيشنز يقولك انا ضربات قلبي بتقبض بترفرف عاملة زي ما يكون في حمامة جوه عيان ممكن يجيلك بالأكيوت بلموناري اديمة لقولنا عليها بقى دي العيان بيبقى فيها حالة وحشة جدا ومعها طبعا شورتنس جامد عمال ينهج بشكل رهيب وممكن يكح ويطلع فروتس بيوتم يعني يطلع بلغم ورغاوي احيانا تبقى فيها دم ويبقى معها تاكيكارديا ورستلس العيان مش قادر يعود تعبان جدا عيان تاني ممكن يجيلك بكحة وويزنج زي اللي عندهم حساسية كده بعض المرضى يجي يشتكي من اللورلمب اديمة او رجلي مورمة وفي الحالات الشديدة جدا ممكن كمان يبقى معها أسايتس او بطنه هي كمان مورمة ممكن عيان وزنه يزيد عشان جسمه بيجمع مية فيه كمان بعض الاعراض بعيدة شوية عن القلب زي العيان مالوش نفسي ياكل او معها نوجيا او معها ويتلوس او كارديا كاكيكزيا لما يحصل احتقان او في الانتستن وفي الستومك نتيجة ان الدم مش قادر يعدي كويس مقاوم مقصاده فالدم بيرجع او يحتقن في هذه الاعضاء فالعيان ما يعرفش ياكل يبقى عنده غثيان وبالتالي وزنه وبعد كده يقل طبعا في الحالات المزمنة ممكن يبقى معها فاتيج تعبان على طول بطنه منفوخة بيعمل حمام بول مش كتير ممكن نوكتوريا يعني بيعمل حمام بول كتير بس بالليل ودي بيبقى في المراحل اللي هي ليت شوية كمان العيان ممكن يشتكب اعراض سي ان اس يبقى عنده مشاكل سي ان اس بسبب هارد فيلير العيان يبقى معاه 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 الذاكرة بتاعته بدأ يعني مش مزبوطة ممكن كونفيوجن العيان تاية هدك صداع انسومنيا مش عارف ينام كويس بالليل يحلم احلام مش كويسة يعني عقله يروح يعني الهلوسة وطبعا دي في المراحل يعني المتأخرة طبعا احنا بتقول مش كل الحاجات دي بتيجي في كل مريض معظم الاعراض اللي انت هتشوفها اللي هي النهجان والكحة اللي هو ارلينب اديمة الحاجات اللي هي في الاول يعني طب ايه هي اللي انت هتشوفها على المريض العيان اشتكى انت هتشوف ايه على المريض هتلاقي الارثوبنية عياني تيجي تنيم على ظهر ما اعرفش ولازم يتعدل ممكن تلاقي في الحالات الشديدة تبقى الحالة الغذائية بتاعت المريض قدامك مش كويسة ممكن تلاقي ممكن تلاقي اللي هي الازرئاء اللي تحت اللسان او الشفايف ممكن تلاقي ممكن تلاقي وطبعا ديه في الحالات الشديدة الحالات اللي اثرت على الكبد مثلا لان احنا عارفين من المضاعفات الهارد فاليور انه ممكن يحصل سيستيمي كونجيشن ويحصل كونجيشن للكبد او احتقان في الكبد ويحصل فيه سيرروزيس وتبدأ وظائف الكبد تتعب بسبب الهارد فاليور وممكن نلاقي اسايتس ممكن نلاقي دارك تسكيلوريشن العيان لون جلده وبقى دارك غامئ بعد المرضى يبقى معهم فيفر او ارتفاع درجة حرارة نتيجة الفازو كونستريكشن بيخلي فرصة الهيت لوس تقل فالعيان درجة حرارته تعلى لان فيه فازو كونستريكشن او انقباط في الاوعية الدموية اللي على الجلد فالحرارة مش هتخرج ومش هتعرف تخرج ممكن تلاقي التاكيكارديا او سرعة ضربات القلب العيان عرقان وده بيكون نتيجة سيمباثاتيك اكتيفتي زي ما قلنا ممكن تسمع الكراكلز او ريلز على اللنج تسمع الرئاتين بتوع العيان نحيي التحت تسمع البقلالة دي او الصوت ده ممكن تلاقي البلموناري اديمة اللي احنا تكلمنا عنها من شوية وقلنا دي حالة طوارئ وممكن نبقى نعمل عنها حلقة خاصة ونتكلم عن ازاي تتعامل معها ممكن تلاقي الهباد وجاجولور ريفلاكس اللي تكلمنا عنه تضغط على الكبد تلاقي النجفين بيحصل فيها ممكن تلاقي تورم الرجلين ممكن تلاقي هباتو سبيلينوميجالي تلاقي الكبت كبير او السبيلين او الطحال كبير ممكن تلاقي ارتشاح الرئوي على الرئتين تجي تسمع الرئتين بتوع المريض تلاقي وتلاقي لو جه يونيلاترل فغالبا غالبا بيكون على الناحية اليمين كمان ممكن تسمع اللي قلتلك عليه كمان ممكن تلاقي الكارديوميجالي او تضخم القلب ممكن تلاقي يعني تجي تشوف البلس بتاع المريض تلاقي فيه نبضة قوية ونبضة ضعيفة ممكن تلاقي فيه وما تجي تسمع اللي هي ممكن تسمع بتاع مثلا ميترا ريجيرش او تريكاسبت ريجيرش ممكن تلاقي الكاردياك كاككزيا زي ما قلنا اللي هو النحافة الشديدة بسبب ممكن تشوف علامات لو العيان فعلا دخل في كأحد مضاعفات فتلاقي علامات فشل وظائف الكبت كلها بقى يعني العيان عينيه مسفرة تلاقي بطن والرومة فيها أسايتس العلامات كلها بتاع ايه هي الفحوصات اللي بتطلبها العيان عنده او انت تشاكك انه عنده اولا هنتكلم على تحليل يعني اول حاجة فيه تحليل اسمه والاحسن منه اللي هو انتي برو بي ان بي والتحليل ده مفيد جدا العيان لو معه ديزنيا وانت مش عارف هي كاردياك ولا نان كاردياك ديزنيا بتعمله التحليل ده فلو طلع عالي فهو غالبا او الى حد كبير كاردياك ديزنيا فالتحليل ده مهم جدا كمان هتعمل للعيان بتاعك سي بي سي تحليل سور الدم كاملة تشوف هل فيه انيميا جديدة ولا لا لان احنا قلنا الانيميا ممكن تزود الموضوع او تكون سبب اصلا في الهارد فاليور او ليوكوسايتوزز عدد كرات الدم البيضة كتير العيان ممكن يكون معه انفكشن او انفلاميشن كمان هتعمل للعيان بتاعك الكترولاياتس سوديوم وبوتاسيوم كالسيوم ماغنسيوم عشان نعرف حالتهم المبدئية ايه وعشان ممكن احدهم يكون سبب في زيادة سوء الحالة او في الاريزميا مثلا الكالسيوم لو عالي ممكن يعمل الاريزميا او البوتاسيوم لو انخفض ممكن يعمل الاريزميا وهكذا وعشان بعد كده نتابعهم في العلاج لان في بعض ادوية ممكن تزود البوتاسيوم مثلا زي الاس او الاربس او البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس فلازم نعملهم وبعد كده مع المتابعة طبعا يوريا وكرياتينين ويورين اناليسيز عشان نشوف وظائف الكلا ونقيم الكلا بشكل كويس لان الكلا من احد الاعضاء اللي بتتدهور بسرعة او بتتأثر بسرعة بالهارد فاليور لان الهارد فاليور مش قادر يديها دم كفاية فوظائفها بتبدأ تتعب بسرعة كمان نعمل التي و اي اس تي بالروبن البيومين يعني نعمل وظائف كبد زي ما قلنا هو كمان ممكن يتأثر اي بي جي او في بي جي بس طبعا الافضل عشان نشوف الاكسجين الاكسجين كميته قد ايه في الدم ولو ان احنا مش بنحتاجه كتير عشان النقطة دي بس احنا بنحتاجه لو شكين في ريسبيروتوري فاليور فشل في وظائف التنفس مثلا او العيام مع رينا الفاليور فشل في وظائف الكلا وهكذا لسبب اخر يعني اما عشان الهايبوكسيا فقط فاحنا بنكتفي بالبالس اوكزيمتر كمان في حاجة اسمها تحليل جيني جينات بنحتاجه بقى في بعض الحالات النادرة شوية زي الهايبيرترو في كارديو ميوباثي مثلا لو مفيش سبب واضح قدامنا مثلا شاب صغير او في تاريخ في العيلة عنده حد من الدرجة الاولى مثلا مات وهو في سن صغير مات بشكل مفاجئ او مثلا حصل له اريزميا او عامل اي حاجة يعني من كده وكمان برضو حاجة اسمها اوترسومال دومينانت ريتموجينيك دي حالة برضو ممكن نحتاج لها وكمان بالنسبة التصوير وباقي الفحوصات فمثلا اول حاجة طبعا هنعملها رسم قلب مفيد جدا جدا ومش معقول ان عيان يكون عنده وتلاقي رسم القلب طبيعي جدا في الغالب لا لازم هيديك اشارة او دلالة رسم القلب مفيد جدا للأريزميا مفيد طبعا للإسكاميا مفيد جدا للليفت فنترقل هايبيرتروفي وغيرها وغيرها من الفوائد الكبيرة جدا للأي سي جي او رسم القلب لكنه لا يعبر عن ما بيعبرش بشكل كويس عن مشاكل الصمامات لكنه مفيد جدا جدا الى اقصى مما تتخيل وفيه منه نوع اللي هو اكسارسايز تاستنج او اكسارسايز انسي جي بنخلي العيان يمشي على مشاية ونعمل رسم قلبه اثناء المجهود عشان نشوف هل فيه اسكاميا بتحصل مع المجهود او اريزميا بتحصل مع المجهود ولا لا وبنشوف وكل العلامات الحيوية بتاعة المريض اثناء المجهود كمان ممكن العيان نعمل له اكساري اشاعة عادية على الصدر ممكن نشوف فيها الكارديوميجالي وممكن نشوف البلوناري اديمة بعد كده بنحتاج لنعمل المريض بتاعنا ايكو ايكو كارديوجرافي وده طبعا حاجة مهمة جدا اشاعة تليفزيونية على القلب في منها نوعين النوع الاشهر اللي بتعمل يعني كتير جدا هو وده مفيد جدا جدا وبيديك فكرة كبيرة جدا عن شكل القلب وعن عضلة القلب وقوتها وهل فيه ديلاتيشن ولا لا كل حاجة تقريبا عن التشريح بتاع القلب وكمان الصمامات طبعا بيقيم الصمامات بشكل كويس جدا وكمان بيعرفك او قدرة الانقباط بتاع عضلة القلب ولو فيه كونجينة الانوماليز او عيوب خطية في القلب وغيرها وغيرها فده ترانس ثوراسيك ايكو تي تي اي فيه نوع تاني اسمه ندخل بالمنذار ونعمل الايكو ده من الاستوفيجس او المريء وده بيكون اكتر او بنحتاجه اكتر شوية عن الترانس ثوراسيك ايكو في بعض الحاجات او بيوضح اكتر بعض الاشياء زي مثلا لفت اتريال ثرومبس لو فيه جلطة في اللفت اتريام او الاوذين الايسر كذلك لو فيه اوورتك اثيروما كذلك هو اضق في الاتريال سيبتال ابنورماليز الفاصل اللي بين الاوذينين لو فيه اي مشكلة كمان هو اضق في حالات الكاردياك تيومرس او الاورام بتاعة القلب وفيه نوع من الايكو برضو اسمه استرس ايكو وده برضو بيتعامل بعد المجهود مباشرة وبرضو بيقيم لنا حالة القلب بعد المجهود بالنسبة للسي تي والامر اي فهم فحوصات جميلة وبيدوا معلومات دقيقة لكن غالبا مش بنحتاجهم لان الايكو بيقوم بالدهور بشكل كويس جدا وكمان هم مش كويسين لو الهارت ريت عالي او فيه اريزميا بيبقى دقتكم مش كويسة كمان فيه فحص او حاجة بنعملها اسمها كاثترايزيشن اند انجيوغرافي اللي هو بنعمل اسطرة للمريض وندخل ونحق نصبغى عشان نشوف الكوروناري اارتريز وبنشوف مثلا هل يحتاج دعامة هل فيه جلطة مثلا في الحالات الاكيوت تحتاج تتشال وهكذا وده بنحتاجها لما يبقى العيان معاه هارت فيلير ومعاه انجينال سيمتومز عنده فشل في وظائف القلب ومعاه زبحة صدرية او قلم في الصدر او العيان عنده ومش لقين سبب تاني واضح يبقى لازم اسطرة او العيان بيجيله اتاكس اوف هارت فيلير يعني كل شوية بيجيله هارت فيلير ويخوح ويرجع تاني والموضوع ده مشككنا ان فيه سكيميا فبرضو الاسطرة في الوقت ده مفيدة كمان ساعات نحتاجها عشان نقيم في بعض مرضى الضغط او مرضى السكر كمان فيه حاجة اسمها او المسح الزري او التصوير الاشاعي زي مثلا وده من وظيفه او من فوائده انه بيعرفك عضلة القلب حالتها ايه بالزبط عشان يشوف ينفع نعمل لها كابتج بعد كده اللي هو تغيير شرايين او مثلا ينفع بي سي اي ولا ما ينفعش يعني حاجة مفيدة جدا بنحقن المريض بمادة مشعة وبيتصور بجهاز مخصص لكده وفيه انواع تانية غير البيت سكان فيه حاجة اسمها ميوجا سكان فيه ارنا سكان كمان فيه حاجة اسمها سبيكت سكان الاسم بالتفصيل مكتوب قدامك ولو عايز تعرف دواعي استعمال كل واحدة برضو مكتوب قدامك لو عيان عنده هارت فيلير هنعالجه ازاي انت الهدف بتاعك من علاجه ان انت تحسن كواليتي اوف لايف يقدر يروح شغله ويتعامل تقلل او تمنع الاعراض تمنع البروجريشن ولو يقدر نرجع الموضوع لحالته الطبعية ياريت نمنع ونمنع ثرومبو امبوليك ايفنس او ان العيان يجي له جلطات يعني خلينا ندخل في الموضوع على طول هنتكلم عن علاج اشهر نوع اللي هو سيستوليك هارت فيلير اللي هو هارت فيلير احد انواع هارت فيلير العلاج بتاعه اربع نقط مهمة نان فرماكولوجيكل يعني لايف ستايل نغير حياة المريض بعد كده فرماكولوجيكل او دراجز بعد الادوية بعد كده يعني بعض التدخلات الجراحية او التدخلات عموما بعد كده نعالج السبب والمضاعفات نان فرماكولوجيكل تريتمينت النقطة الاولى نخلي العيان بتاعنا يقلل الملح في الاكل الهدف انه يقل من 2-3 جرام في اليوم في الحالات الشديدة ممكن نعمل في الحالات الشديدة نخليه يقلل المياه كمان لحد 2 لتر في اليوم يوقف الكحوليات يوقف التدخين يعمل رياضة مناسبة تحت الملاحظة طبعا يقلل الوزن بتاعه لو وزنه زيادة ولو حالته جديدة وجسمه مثلا بيعاب بمية فلازم يوزن نفسه يوميا عشان نشوف الزيادة لو في زيادة بتحصل نلحقها بسرعة كمان يعمل home monitoring او يرائب علاماته الحيوية في البيت ايس الضغط بتاعه والنبض والاكسجين ساتوريشن وهكذا ويدون الكلام ده في دفتر عنده لان المريض مش هيفضل محجوز في المستشفى طول عمره كمان لازم يبقى فيه good education نعلم المريض بتاعنا كل حاجة عن حالته ونعرفه ايه هي العلامات الخطر اللي لو حصلت يروح للمستشفى فورا زي مثلا shortness of breath بدأ ينهج او chest pain او increased fatigue بدأ يتعب اكتر من اللازم او increased the lower limb رجلي والرامض بشكل كبير يروح للمستشفى فورا كمان نمنع الادوية اللي ممكن تزود heart failure زي anti-inflammatory drugs والنقطة التانية في العلاج هي pharmacological treatment ان احنا هندي للعيان بتاعنا ادوية اول نوع من الادوية ومهم جدا هو diuretics مدرات البول مهمة جدا بتقلل اللي موجودة في جسم العيان وبالتالي بتقلل الحملة او الضغط عن قلب العيان بتحسن الاعراض وبتحسن طبعا الاديمة واشهر الانواع المستخدمة في heart failure هي loop diuretics حاجة زي الفروزمايد زي اللازكس مثلا او تورزمايد حاجة زي الاكزمايد اما ثيازايدز فيعتبره second line ممكن استخدمهم لو اللوب diuretics مش جايبة النتيجة المطلوبة وفي نوع كمان اسمه potassium sparing diuretics يعني بيحافظ على البوتاسيوم في الدم ممكن احتاجه في بعض الحالات كاد اون يعني ازوده مع الادوية الاخرى زي السبيرون الاكتون مثلا وكمان يعتبر الدسترون انتاجونيست برضو بيبقى مفيد في حالات heart failure فمثلا العيان لو معها انخفاض في البوتاسيوم في الدم استخدم بوتاسيوم sparing diuretics لانه بينزل سوايل من جسم المريض لكنه بيحافظ على البوتاسيوم النوع التاني من الادوية هو الاس او الاربس دول طبعا وكمان بيوقفوا للنظام اللي احنا قلنا عليه اللي هو RAAS renin angioticine aldosterone system ومهمين جدا ومفيدين جدا جدا في الheart failure الاس زي الانالابريل زي الازابريل مثلا وزي اللايزينوبريل زي الساينوبريل ادوية مهمة جدا جدا الاربس ممكن اديها لو العيان عنده مشكلة مع الايس يعني مثلا حصل له dry cuff بيكوح لما بياخد الايس يعني فممكن نديله اربس زي فالزارتان مشهور طبعا جدا زي التارج مثلا وفيه نوع جديد كمان نزل اسمه انجوتينسين receptor نيبرلايسين انهابتور بيبقى جاي مع الفالزارتان الدول الجديد اللي اسمه انتريستو لقوا ان الاتنين دول مع بعض مفيدين جدا وليهم فوات كتير بس طبعا سعره غالي النوع الثالث من الادوية هي بيتا بلوكرز دي مهمة بتنظم ضربة القلب لو فيه اريزمية او حاجة كمان بتعمل برضو بتسيطر على التأثيرات اللي بتحصل والسيمبستيك اكتيفيت اللي بتحصل زي مثلا كارفيدولول وده ننسيلكتف بيتا بلوكر يعني بيقفل البيتا والالفا كمان زي بايسوبرولول ده سيلكتف بيتا وان بلوكر زي الكونكور مثلا والكارفيدولول زي الكارفيد كمان الميتوبرولول زي السيلكنزوك مثلا كل دي ادوية مفيدة جدا والبيتا بلوكر لا تستخدم في الاكيوت كونجيستف هارد فاليور يعني لو فيه كونجيشن بشكل كبير سيستيمي كونجيشن ما بنستخدمش البيتا بلوكرز غير بعد الكونجيشن ده او الاحتقان ده ما يخف ويبقى كويس لكن في المرضى العاديين بيتتاخد عادي جدا ومفيد جدا البيتا بلوكرز النوع الرابع من الادوية SGLT2 وده من ادوية السكر هو اصلا دوى سكر في الاساس بينزل الجولوكوز في البول تقولي العيان جاي بهارد فاليور هتكتب له دوى سكر هنقولك ايوه لانه لقوا ان ليه فواية كبيرة جدا جدا في الهارد فاليور بيقلل الكارديو فاسكولر وبيقلل الهوزبتاليزيشن ومفيد جدا ودوى جديد يعتبر استخدامه مع الهارد فاليور زي الدابا جليفلوزين فورسيجا مثلا او الامبا جليفلوزين النوع الخامس ويعتبر برضو من الادوية الجديدة حاجة اسمها IF Inhibitors زي إيفابرادين برضو ده حاجة مفيدة جدا ويعتبر جديدة اللي هي بروكرولان وده بنستخدمه في stable heart failure عيان stable ejection fraction بتاعه اقل من 35 ضربات القلب بتاعته resting heart rate اكتر من 70 سواء العيات بياخد beta blockers بالجرعات العالية او عنده contraindications وعايزين حاجة تنظم ضربات القلب فبندي إيفابرادين في نوع اسمه SGC بس بصراحة مش عارف ده موجود في نصر او لا بس عارفه من باب العلم بالشيء اسمه الاسم التجاري بس بصراحة ما عنديش معلومات كتير عنه طيب تقولي يا عم انت قلت اس واربس وديوريتكس وSGLT2 مثلا والإيفابرادين اما الفين الديجوكسن وفين النيتريتس العيان عايزين نديله ناتروميك وفين الهيدرالازين والحاجات دي اقولك ان الهيدرالازين والنيتريتس دول اصبحوا ما بندهمش خلاص الا لو العيان مش عارفين نديله اس ولا اربس او لو كان العيان afroamerican العيان بلاك لو العيان بلاك بندله اس واربس ونديله كمان نايتريتس اما الناس اللي مش بلاك فمش بياخدوا خلاص نايتريتس او هيدرالازين مع الاس والاربس الفازو ديليترز في نوع اسمه نايترو برسايد سوديوم ده بيتاخد في الاي سيو بس وبيحتاج مونيترينج شديد جدا وبنستخدمه في حالات السيفير بلموناري كونجشن اما نايترو بليسرين زي النايترو ماك زي ما قلنا يعني بقى ساكند لاين الايزو سوربايت دي نايتريت زي الداي نترا برضو ساكند لاين والنوع ده مشهور في الطوارئ معروف كده يقولك العيان لو حسيت بازمة صدرية او وجع في الصدر خد قرص داينترا تحت لسانك لانه بيعمل كوروناري فازو دايلاتيشا لكن كاستخدام روتيني اصبح ساكند لاين كذلك ايزو سوربايت مونو نايتريت زي المونوماك يبقى الهيدرالازين والنايتريتس عموما اصبحوا ساكند لاين والفرست لاين هو الايس او الاربس فمش بنستخدمهم معاهم الا لو العيان بلاك او العيان عنده مش قادر ياخد ايس ولا اربس في الحالة دي نديله نايتريتس كذلك الانوتروبيكس اللي يعتبر من ضمنها دايجوكسن الديجوكسن برضو اصبح ساكند لاين تريتمينت ما بقناش يعني نستخدمه نظرا للاعراض الجانبية بتاعته كتير السيفت بتاعته قليلة الادوية الجديدة او الادوية اللي احنا قلناها في الاول افضل منه بكتير فبقى يستخدم ك ساكند لاين تريتمينت كمان من ضمن الانوتروبيك ايجنس الدوبامين لكن ده يستخدم في الاي سيو في حالات الاكيوت سيفير هارد فاير النوع اللي بعد كده من العلاج اللي هو الانتي كواجيوليشن هندي للعيان ده مضادات تجلط ولا لا العيان ده لو عنده او حصله بالفعل العيان ده بنمشي على اما العيان لو كان ما حصلوش الحاكتين دول ومعندوش دواعي استعمال تانية للانتي كواجيوليشن فلاقوا انه زيه زي الاسبرين بالعكس ده معاهم نزف اكتر يعني في الحالة دي نديله اسبرين فقط اما العيان لو معه دواعي استعمال تانية عيان مثلا عنده في بعض الحالات يحتاج عيان مركب 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 صمام صناعي في القلب لا ده محتاج يعني لو في دواعي استعمال اخرى للانتي كواجيوليشن العيان ياخد مضادات تجلط اما لو ما فيش دواعي استعمال ومفيش ومفيش حصل يعني العيان ده ما ياخدش وياخد اسبرين فقط طيب تقول لي انت كده قلت حوالي تسع او عشر انواع من الادوية معنى كده ان اي عيان عنده هارت فاليور تقوم كتبله عشر انواع من الادوية هقولك لأ احنا اولا قلنا ديجوكسن والدوبامين دول يعني ساكند لاين الدوبامين في الاي سيو بس وقلنا ان الهايدرلازين والنيتريتز اصبحوا هم كمان ساكند لاينز وقلنا الانتيكواجيوليشن مش مع كل الناس فانت لو جدت بص هتلاقي ايه هو انواع بسيطة اللي بتستخدم زي الديوريتيكس ايس او اربيس ولو زودنا ارنس كمان معاهم كويس بيتابلوكرز طبعا حاجة زي الدابا جليفلوزين زي ما قلنا اس جي التي تو انهيبتورز ايفابرادين مثلا يعني وبرضو احنا بنحكم على حسب الحالة في ناس مش هنديها كل ده زي ايه بقى هنقسم على حسب شدة المرض فاكر التقسيم اللي قلناها بتاعة الاي اتش اي والاي سي سي هنقسم على حسبها ازاي يعني لو العيان كان ستيج ايه اللي هو اتريسك يعني زي ما قلنا العيان ده يعتبر مش هنديله ادوية خاصة للهارد فيلير احنا بس هنعالج الحاجات التانية يعني لو عنده سكر هنعالجه نتحكم فيه لو عنده هايبرليبيديميا لو عنده هايبرتينشن وكمان نزبط حياته ايكسرسايز الويت الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ولو هو عنده سكر او ضغط نتديله اس او اربس من ضمن العلاج يعني بتاع المشكلة الاساسية طيب العيان لو كان ستيج بي اللي هو بري هارد فالير فده هنعمل نفس الخطوات اللي هي النان فارموكوليجيكال اللي هي نزبط حياة المريض ونديله اس او اربس وبيتابلوكرس ولو في مشكلة مثلا في الصمامات نقدر نعالجها او محتاج تدخل ما نعمله طيب لو العيان ستيج سي يعني عنده ستراكتشل هارد ديزيز وعنده سيمتومز اللي بنقول عليه سيمتوماتيك هارد فالير العيان ده بقى يعتبر هو ده الاساسي في العلاج اللي ده هنديله كل الادوية تقريبا هنعمل اللي تكلمنا عنها وهنديله الادوية بقى اللي هي ديوريتيكس ايس او اربس ولو زودنا ايرنس يبقى كويس بيتابلوكرس ده بجليفلوزين مسلا ايفابرادين وبرده لو في مشكلة تانية نعرف نحلها نحلها اما ستيج دي اللي هو ادفانست هارد فالير فهياخد كل اللي بتاعت التريتمينت اللي فالادوية اللي قلنا عليها بالاضافة بقى ان احنا بنفكر هل مثلا العيان ده معه اريزميا وخايفين يحصل له مثلا سادن كاردياك اريست فنركب له اي سي دي امبلانتابل كارديو فيرطور ديفيبلوريتور او مثلا عيان عنده برادي كارديا جديدة ومحتاج بيس ميكر مثلا وهكذا نشوف تدخل معين مطلوب للعيان ده نعمله هل محتاج فالف هل محتاج كاستريزيشن ونركب ستنت في الكورونري ارت ديزيز مسلا هل محتاج هارت ترانسبلانتيشن يعني عايز نقل قلب مسلا يعني نشوف المشكلة فين بقى يعني تدخلات اخرى او اكتر كمان من الادوية وطبعا دي هتبقى مع حد متخصص اكتر واكتر يعني يبقى احنا كده اتكلمنا عن النقطة الاولى في العلاج اللي هي النقطة التانية اللي هي النقطة التالتة بقى اللي هي زي ما قلنا العيان بيحتاج حاجات نركبها له زي بيس ميكر مسلا او اي سي دي عيان محتاج ديفيبراتور نركبله ديفيبراتور او لو العيان عنده مشكلة في الكورونريز الشرايين بتاعت القلب يحتاج كابيج او بي سي اي مسلا هل العيان محتاج مشكلة مسلا في صمام الاورتي او الصمام الميترالي او الصمام السلاسي اي حاجة من دول ومحتاج تدخل جراحي يتعامل في جراحة اسمها بنخش ونشوف الاجزاء الميتة من من المصل ونشيلها وهكذا بس حاجة طبعا اتضانست شوية في حاجة اسمها لما العيان يكون عنده مشكلة كبيرة مشكلة في الرئة والقلب بنعدي الدم على جهاز عشان يتأكسد ويرجع تاني للجسم برضو في الحالات يعني جدا في حاجة كمان اسمها حاجة كده زي مضخة بتركب في عند بتاخد الدم من والضخ هي للاورطة عشان في مشكلة في ودي ساعات بيركبوها يا اما حاجة كده مؤقتة لحد ما نحل المشكلة او لحد ما نركب قلب ننقله قلب اخر وفيه لاز بتمشي عليه فترات طويلة برضو دي حاجات يعني كمان فيه يعني ننقل للمريض قلب اخر وفيه قلب صناعي لكن الحاجات برضو قلب صناعي ده يعني تحت التجارب ولسه مش متاح يعني كمان في حاجة اسمها بيحاولوا يزراعوا احنا عارفين دي اللي هي الخلايا الاساسية اللي ممكن تتحول لأي نوع من الخلايا فيه دراسات ان هما يحقنوها عشان تتحول للكاردياك ماصل يعني لكن كل دي دراسات نتمنى ان هي تنجح يعني النقطة الرابعة في العلاج وهي لو احنا عارفين ان فيه سبب معين هو السبب فبنعالجه عيان عنده سكر عيان عنده ضغط عيان عنده دي حاجة مهمة جدا ولازم تتعالج عيان عنده يعني اي حاجة هي السبب نعالجها وكزلك بقى المضاعفات عيان حصل له بسبب عيان حصل له عيان حصل له اي مشكلة اخرى نعالجها ويبقى كده دول الاربع نقط الاساسيين في علاج اللي هو وهو وهو ده النوع الاساسي اللي انت غالبا مهتم بيه اللي هيجي لك العيادة وتشوفه في الشارع وهكزا خلينا دلوقتي نتكلم عن عيان جاله فشل حاد في وظائف القلب العلاج بتاعه ازاي بيكون في المستشفى طبعا في العناية المركزة اول نقطة اي بي سي ايروي بريثنج سيركيوليشن لو الرست اشتغل سي بي ار طبعا هنتكلم بسرعة عشان الفيديو يعني يطول من لنا خالص فاول حاجة اي بي سي النقطة التانية يعني تشوف الجلوكوز لو كان قليل تتدي له جلوكوز طبعا ولاو كان عالي ممكن ياخد انسولين النقطة التالتة اكسجين العيان لو اكسجين هو قليل تدي له اكسجين وممكن نحتاج كمان سباب في بعض الحالات النقطة الرابعة تدي له مدرات بول ودي مهمة جدا في العلاج والاحسن ان هي تتاخد اي في وريدي ولما الحالة تستقر يبقى ياخد اورال بعد كده. كمان العيان ده لازم ياخد ايس او اربس. ممكن نزودها زي في الحالات دي بقى ممكن. كمان في حاجة اسمها النسيري تايد ممكن نستخدمها في الوقت ده برضو. كذلك الهيدرولاتين ممكن نستخدمه. ولما بتاع المريض ده يفك بنمشي المريض على تلات ادوية رئيسية اللي هو ديوريتكس ايس او اربس بيتابلوكرس. وطبعا لو في افيدنس على اورجان هايبو برفيوجن في مشاكل هايبو برفيوجنز للكيدني او او. فالعيان ده ممكن نيديله انوتروبيك ايجنتز حاجة زي الدوبامين انفيوجن. وممكن في الحالات الادفانست جدا جدا زي الايكمو زي ما قلنا او بس طبعا ده زي ما قلنا مش منتشر كتير. لو فيه الرزمية وهي السبب وعمالة تعمل للحالة هي مو ديناميكلي ارستيبول العيان ده نديسه نديله دي سي شوك او نعمله فرماكولوجيك كنترول للهارت ريت. العيان ده نديله انتيكواجيوليشن لانه غالبا بدريدن فهو عرضة للجلطات نديله انتيكواجيوليشن. كمان طبعا لازم مراقبة شديدة جدا. كمان نعالج السبب ازا امكن. يعني العيان لو عنده ام اي. لو نعرف نعمله بي سي اي او نديله ثرومبوليسز ازا حالته تسمح. اما علاج النوع التاني اللي هو دياستوليك هارت فيلير او هارت فيلير ويت بريزيرف جيكشن فراكشن. ده نوع اولا قليل او انت مش هتشوفه كتير ورخم في العلاج بتاعه ما بيستجبش لمعظم الادوية العادية. وعشان كده هسيب لك بتاعة التريتمنت بتاعته في الصفحة دي مش هقولها. لو انت عايز تقراها وقف الصورة وشوفها. كذلك علاج رايد فينتريكولر فيلير. رايد فينتريكولر فيلير لو السبب بتاعه هو الليفت فينتريكولر فيلير يبقى هياخد نفس العلاج اس واربس ديوريتكس العلاجات اللي احنا قلنا عليها. اما لو هو بيور رايد فينتريكولر فيلير يعني مشكلة بس في رايد فينتريكل فبرضه الدراسات مش كتير عليه ممكن يستخدم حاجة زي السلد نافيل واخواته ممكن حاجة كمان زي. بالاضافة برضو الى علاج السبب اللي زي ما قلنا هيكون غالبا مشكلة في الرئة المراضي طالما بيور رايد سايد هارد فيلير. وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم.